بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في الدرس جديد من دروس تربية بدنية والدفاع عن نفس تربية الفكرية صف الثالث تأهيلي فصل الدراسي الثالث درسنا لهذا اليوم هو يطبق الهتزاز الصحيح لبعض أجزاء الجسم معكم الأستاذ بدر ناصر الفيد كما ما نبدأ في درسنا البطال نستعرض مع بعض أهم الطلبات ومارسة النشاط البدني بشكل صحيح الراحة الكافية مهمة جدا يا أبطال لماذا؟ لكي يستطيع معافة النشاط البدني مرة أخرى لابد من أخذ قصد كافي من الراحة كذلك التغذية السليمة الغذاء مهم جدا لماذا؟ لأن الغذاء هو الذي يسمى بالطاقة أيضا اللبسة الرياضية المناسب والحذاء المناسب لكل نشاط البدني يحتاج إلى زيار رياضي مناسب لهذا النشاط ويختلف من مهارة إلى أخرى حيث أن زيار رياضي كود القدم يختلف عن زيار رياضي لألعاب تفع على النفس أيضا المكان المناسب والآمن أن تأتيت النشاط البدني أحتاج إلى مكان مناسب لهذا النشاط وآمن توفر فيها عوامل الأمن والسلعة الإحماء المناسب قبل النشاط البدني مهم جدا لماذا؟ لأن الإحماء هو الذي هي الجسم لأداء النشاط البدني أيضا يا أبطال شرب الماء باستمرار لماذا؟ لتعويض السوائل المفقودة عند قيام بعمل النشاط البدني يقوم الجسم بعمل التعرق فأحتاج إلى شرب الماء باستمرار لكي حافظ سلامة الجسم من الجفاف الآن يا أبطال أنا في المكان المناسب ومع بعض كلنا مرتدين زيار رياضي المناسب نبدأ بالإحماء المناسب جاهزين تمرين الأول مشي في المكان تمرين يستعد واحد اثنين ثلاث اربعة احسنت اثنين ثلاث اربعة مشي اثنين ثلاث اربعة احسنت اثنين ثلاث اربعة اخر مرة جمعها احسنتم التمرين الثاني التمرين الثالث يا أبطال ثلاث راهية نجعل fibers دون الذرع من الخلف للأمام تمرين يستعد ايه يبطي واحد اثنين ثلاث اربعة ممتاز اثنين ثلاث اربعة ممتاز اثنين ثلاث اربعة اخر مرة جمعها برأي نصف التمرين الرابع مماثل التمرين الثالث ولكن باختلاف اتجاه الدوران تمرين يستعد ايه يبطي واحد اثنين ثلاث أربعة احسنت اثنين ثلاث أربعة دغران اثنين ثلاث أربعة احسنت اثنين ثلاث أربعة آخر مرة جماعة قف اصراعي نسو الخص ناخد نفس مع بعض أحسنتم الآن يا أبطال وصلنا لنهاية الأحماء الجسم صار جاهز لداء النشاط بدني نستعرض مع بعض دلسنا لهذا اليوم يطبق الهتزاز الصحيح لبعض جزاء الجسم ما هو الهتزاز هو اهتزاز العضلات الصغيرة والكبيرة لأحد الأطراف يكون الجسم فيه مرتخيا خاصة الجزء أو الأجزاء التي يتم اهتزازها يبدأ الهتزاز في مدى واسع ويبدأ الهتزاز إلى تقليل المدى أيضا استمرار الهتزاز على شكل موجات متتالية ينبغي أن يراعتنا اهتزاز الأطراف في المرات التحريكة هو وضع الجسم في وضع استرخاء البدء بما يبدأ واسع ثم تقليل المدى لا يتوقف الهتزاز بل يجب أن يكون على شكل موجات عندما يقوم بعملية الهتزاز لأحد أجزاء الجسم سوف نقوم بماذا؟ اهتزاز لماذا؟ للذراع اليسرى والذراع اليمنى مع بعض نلاحظ أن هناك تميع ماذا؟ الظراءات الصغيرة للذراع تقوم بالتحرك وهو يساعد على الاسترخاء أيضا سوف يقوم باهتزاز لماذا؟ للرجل اليسرى ثم يقوم بالرجل اليمنى لكن ما هي فائدة الهتزاز؟ يساعد على الاسترخاء في هذا الفيديو يا أبطال يوضح لنا أكثر عملية الهتزاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم سنتعلم بمشيئة الله تعالى عن الاهتزاز الصحيح أعزائي يستخدم الاهتزاز غالبا في آداء تمرين الإحماء أو تمرين الإطالة وهو اهتزاز العضلات الصغيرة والكبيرة لأحد الأطراف اليدين أو الرجلين ولا بد أيها الأبطال أن نراعي في الاهتزاز أن يكون الجسم مرتخيا خاصة الجزء أو الأجزاء التي يتم اهتزازها فعندما نريد هز اليدين يجب أن تكون يديك مرتخية غير مشدودة حتى تتمكن من هزها وكذلك أيضا بالنسبة للرجلين يجب أن تكون العضلات فيها مرتخية وغير مشدودة سواء كانت عضلات كبيرة كعضلات الفخت أو عضلات صغيرة كعضلات القدم حتى تستطيع هزها بشكل صحيح ويبدأ الاهتزاز في مدى واسع ومن ثم يتم تقليل المدى حتى يصبح المدى محدودا جدا كما ترى الآن أقوم بالاهتزاز في مدى واسع ثم يقل المدى تدريجيا وتستمر الاهتزازات على شكل موجات متتالية دون القطاع هيا نحاول تطبيق هذه المهارة معا معنا صديقنا البطل خالد والبطل سامي ترجمة نانسي قنقر وبهذا نكون انتهينا من تعلم آداء مهارة الاهتزاز الصحيح دمتم بصحة ونشاط لاحظنا في الفيديو السابق عملية اهتزاز من واحدة أن نقبق مع بعض اهتزاز الذراعين ما هي فاية اهتزاز يا البطل تساعد على استرخاء الجسم حيث نقوم بيد واحدة أو بكلتا اليدين أيضا نقوم بماذا بعمل اهتزاز للرجل اليسرة ثم اهتزاز للرجل اليمنى يساعدني الهتزاز على ماذا على استرخاء العضارات ابدأ بمدى كبير ثم اقلل هذا المدى نأتي سؤالنا لهذا اليمنى يا بطال صح أو خطأ يكون الهتزاز العضارات الكبيرة فقط هل هذا صح أم خاطئ يا بطال الكبيرة أو الصغيرة مع بعض اجابة خاطئة يعني احسنتم الى هنا يا بطال وصلنا لنهاي درسنا ولكن تعدية النشاط البدني لابد ماذا من أخذ قصد كافي من الراحة وشرب الماء باستمرار وارتداء الزيء الرياضي المناسب وكذلك ممارسة النشاط البدني في المكان المناسب والآمن وأيضا عمل الإحماء المناسب وشرب الماء قبل واثناء وبعد النشاط البدني أشكركم لحسن استماعكم كماكم أستاذ بدر ناصر الفيد